على فكرة يا أنسة يعني الريحة اللي حطرتك حطها حلوة جداً الله العظيم يا أفتر شيف ولا كلون ايه؟ اسكيوزي زهور مختلف لنجم الكوميديا محمد هنيدي بعد ما تعودنا عليه لسنين طويلة بظهوره المميز والمبهج وأفلامه اللي كلها ضحك وكوميديا من نوع مختلف محمد هنيدي والأول مرة بيغير جلده في فيلمه الجديد واللي هيبقى اسمه السترليني واللي بيقدم فيه دور أكشن كوميدي وتوليفة مختلفة تماماً عن كل أعمال هنيدي السابقة نصرح مؤلف الفيلم إيهاب بليبل إننا هنشوف عمل فني مختلف في كل حاجة وهيبقى تحديد دي دورهان لهنيدي ويمكن يكون هو ده الفيلم اللي هيرجع هنيدي يتربع على العرش الإيرادات كمان السيناريو تقريباً خلص ومعادة تصوير هيكون في سبتمبر الجاي أما العرض فلسه ما قرروش معاده هيكون أمتى بالزبط وبيشارك هنيدي في بطولة الفيلم النجمة الجميلة نيلي كريم وإبراهيم حجاج أما بقى نجوم العمل فلسه بيتفاوضوا مع الإنتاج وأول ما يتم التعاقد هيتم الإعلان عن أساميهم والفيلم كمان هيتصور في السعودية وعشان كده الجمهور متوقع أن هنيدي بتاع زمن راجع وكانت آخر أعمال هنيدي فيلم مرعي البريم واللي حقق نجاح معقول فتفتكر فيلم الاسترليني هيكون عودة قوية فعلاً لهنيدي وهنشوفه بيغير جلده فعلاً زي ما تقال اشتركوا في القناة